خلينا أرجع لبلدنا تاني بعيدا عن الضغط العصر بتاع أردوغان أرجع لبلدنا وارجع لبلدنا الحمد لله في مصر خلال 2019 صرفنا 19 مليار جنيه على قطاع النقل كم؟ 19 مليار جنيه تقريبا على قطاع النقل قربنا من 20 مليار قطاع النقل بس آه إيه بقى؟ هو أي كلام؟ لا لا مش أي كلام الطرق عملنا 26 مشروع كلف 2.2 مليار جنيه الكباري 7 مشروعات بـ 2.4 مليار جنيه المواني 8 مشروعات بـ 1.2 مليار جنيه المترو عملنا حزمة مشروعات وافتداء 4 محطات وغيره بـ 12.9 مليار جنيه يبقى كم إجمال الإسمرات؟ إجمال الإستثمارات 19 مليار جنيه في خطاع إيه؟ النقل بس عشان كده بنتيجة هذا الكلام تقدمنا مصر تقدمت 17 مركز في مؤشر جودة الطرق وفقا للتقرير التنافسية العالمي كنا في 2018 في المركز 45 في 2019 بقينا المركز 28 قدمنا 17 مركز وكنا قبل كده من 2014 لتسعتاشر قدمنا 90 مركز ده نتيجة إيه؟ الإستثمارات اللي الدولة ده خطة في قطاع الطرق عملنا طرق جديدة وعملنا كذا وعملنا محطات مترو وعملنا كباري الكلام اللي قلته طرق وكباري ومواني ومترو وسكة حديد بإجمالة 19 تقريبا مليار جنيه مصري طيب تعالوا شوفوا السكة الحديد زيادة حركة الركاب في سكة الحديد بنسبة 15-4 من 10% يعني نسبة الركاب زادت 15-4 من 10% يعني كم راكب في 2018 كنا 257 مليون راكب على مدار السنة يعني 257 مليون راكب في سكة الحديد زادوا بقى 297 قربنا من 300 مليون راكب خلال عام 2019 ان شاء الله السنة دي نعدد 300 مليون راكب زيادة الإرادات 15-10% ما احنا زودنا عدد الركاب 15-4 من 10 يبقى الإرادات هتزيد 15-8 من 10 يعني كنا في 2018 بنجيب دخل من التذاكر مليار وثمانية من 10 السنة دي في 2019 جيبنا 2 مليار وثمانية من 10 بقى نصرف عليه كام قد كده بس لسه احنا بنستثمر عشان نقدم للناس خدمة تليق بالمصريين ده قطاع القطارات تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جولة خدمات القطارات بتقرية نفسية اتقدمنا 8 خطوات كنا في عام 2018 بقنا كنا كامل إبراهيم 8 مراكز في جودة التنفسية في اخطاع بس لقصة كالحديد تقدمنا 18 مركز فيه 17 مركز فيه اجمالي الطرق وتقدمنا 8 مراكز فيه جودة في جودة خدمات القطارات يعني ده اجمالي لحصات قطاع الدناء لخلال 2019 او زي ما احنا شايفين ده عاملوا المركز المعلومات في مجلس الزراء اجمالي انا قلتلكم بس الحاجات بسيطة 19 مليار جنيه خلال 2019 استثمرات واعتقد كل واحد فيكو حاسس بتقدم الموجود على الطرق والكباري والانفاق اللي احنا بنشوفها كل يوم